الصحافة الفرنسية والمغرب تاريخ طويل من الابتزاز والعنصرية وافتراس المهنية ضربة من العيار الثقيل تلك التي تلقت صحافة الفرنسية بعدما تأكد تورط الصحفيين إيريك لوران وكاثرين جرايسي في محاولة الضغط على المغرب من أجل الحصول على ملايين اليوروهات مقابل عدم نشر كتاب مسيء للمملكة وهي أكثر العبارات توازنا التي يمكن أن توصف بها هذه الواقعة إلى حين حسم القضاء الباريسي في تهمة أكبر وهي محاولة ابتزاز الملك محمد السادس الذي طالب الإدعاء العام بإدانتهما بها والحكم عليهما بسنة حبسا مع وقف التنفيذة ويؤكد مسار هذه القضية الاتجاه المغرقة في اللاموضوعية بل وحتى الاستهداف التي باتت وسائل الإعلام الفرنسية تسير في دربهم عند تعاملها مع المغرب فالأمر يتعلق بصحفيين نشر سنة 2012 كتابا بعنوان الملك المفترس الذي اعتبر مسيءا للمؤسسة الملكية لكن العديد من المؤسسات الفرنسية اعتبرته مرجعا لفهم بيت الحكم الداخلي المغربي قبل أن يستغل الأمر سنة 2015 في طلب ثلاثة ملايين دولار من القصر مقابل عدم نشر كتاب آخر ابتزاز وعنصرية هذه الفضيحة الموثقة بتسجيلات قدمها محام القصر الملكي هشام الناصري إلى القضاء الفرنسي كدلائل على تهمة الابتزاز ليست أول ولا آخر سقطة تقع فيها الصحافة الفرنسية هذه الأخيرة التي عاشت مواجهة قضائية أخرى مع المغرب سنة 2021 عندما نشرت كل من صحيفة لوموند وراديو فرنسا وموقع ميديا بارت تحقيقا استقصائيا مدعوما من منظمة العفو الدولية ومنظمة القصص الممنوعة يتهم المغرب باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس بالتجسس وطالبت الحكومة المغربية حينها بشكل رسمي من تلك المؤسسات تقديم الدلائل على ادعاءاتها وهو الأمر الذي لم يحدث إلى حدود اللحظة لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد فموقع ميديا بارت نشرت عقيبا على هذه القضية بتاريخ العشرين يوليوز 2021 مقال جاء فيه أن تعرض الفرنسيين للتجسس من طرف المغرب يمثل عارا والسبب أنه بلد مغاربي ومسلم معتبرا أن الاختراق لو تم من طرف الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين لكان مقبولا قبل أن يضطر بعد ذلك لحثف المقال بعد اتهامه بالعنصرية الدليل على من أنكر وفي السياق نفسه خصص قناة فرنسا 24 واحدة من أغرب حلقاتها حول موضوع استخدام المغرب لبرنامج التجسس الإسرائيلي من أجل اختراق هواتف مسؤولي دول من بينهم الرئيس إمانويل ماكرون وكان عنوان الحلقة ما أذلة المغرب على عدم استخدام برنامج التجسس بغسوس في حين أنه كان من المفترضي طرح السؤال بشكل معكوس فالرباط هي التي طالبت عبر رئيس حكومتها أنذاك سعد الدين العثماني تلك المؤسسات بتقديم الدليل على ما نشرته وبدت القناة الفرنسية حينها وكأنها تندفع باتجاه التمهيد لأزمة بين الرباط وباريس من منطلق أن المغرب متورط في التجسس على ماكرون والوزير الأول الأسبق إدوارد فليب وأربعة عشر عضوا في الحكومة الفرنسية حيث تعاملت مع الأمر على أنه حقيقة ثابتة على الرغم من أن الحكومة والقضاء الفرنسيين إلى الآن لم يوجه أي اتهام للمملكة بخصوص ذلك لدرجة أن مقدمة البرنامج تسائلت ماذا لو أثبتت التحقيقات التي أطلقتها فرنسا بأن المغرب فعلا متورطة ستكون هناك أزمة بالتأكيد بين البلدين صحافة بوجهين وبعيدا عن بيغاسوس سبق لوسائل الإعلام الفرنسية أن تعاملت مع المغرب بشكل مفتقر للبهنية على غرار ما دابت مجلة جون أفريك على القيام به ففي عددها الصادر بتاريخ السابع والعشرين غيشت 2017 النشرت على صدر صفحتها الأولى غلافا يحمل عالم المملكة وصور أشخاص متورطين في قضايا الإرهاب ومعها عنوان الإرهاب ولد بالمغرب وفي العدد نفسه كتب مدير المجلة فرانسو سودان تعقبا على خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب الخطاب خصص بأكمله لأفريقيا ولا شيء غير أفريقيا كما لو أن المملكة غير معنية بما ارتكبه أبناؤها الظالون في أوروبا المجلة نفسها عادت للاستفزاز المغربي في العدد الصادر بتاريخ الأول من دجنبار 2018 حين خصصت ملفا للسنوات السبع التي مرت حينها على قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة وفي ظل العداء بين المجلس والإسلاميين عنونت غلافها بسبع سنوات من أجل لا شيء متحدثة عن أن المغاربة يعيشون إحدى أسوأ فتراتهم على الإطلاق منذ الاستقلال والمثير في الأمر أنها بتاريخ الحادي والعشرين يوليوز 2019 تزامنا مع الذكرى العشرين لجلوس الملك محمد السادس على العرش خصصت ملفا من 34 صفحة بعنوان المغرب العشرون عاما التي غيرت كل شيء وفيه اختلف خطابها جذريا لتشيد بإسهاب بالتطور السياسي والاقتصادي الذي تعيشه المملكة ترجمة نانسي قنقر